تحالف السنوات العشر الماضية تحت الليواء قوى الرابع عشر من أذار لم يبدده سوى اختلاف وجهات النظر في الملف الرئاسي لا سيما بعد ترشيح المستقبل الوزير سليمان فرنجي والقوات العماد ميشيل عون الاختلاف هذا يقال انه وصل الى حد منع الرئيس سعد الحريري اعضاء كتلته من زيارة معرب انا كنت شخصيا موجود باحتفال القوات اللبنانية لتكريم النساء مناسبة وكانت الوزيرة حفار موجودة وتكرمت وكان موجودة ايضا مسؤولة القطاع النسائي مسؤولة القطاع المهن الحرة كله كانوا موجودين لا هذا الكلام منه ضقيق ابدا في اكسار لقاء علني قدام الكل جورج عدوان والرئيس سنيورة بالمجلس النيابي فالتواصل ميشي كما كان ميشي بالاول بالتواصل رسمي لأحيانا في عند ضرورات بنحتاج لزيارة الوقت ما في شي هلا عم يحتاج اضافي لزيارة بتنسي امور تفصيلية بس التواصل ما في قطاع قبل لا يخفى على احد انه هناك يعني مش ماشي الحال عمليا بهالمرحلة بين قوة 14 قدار ندي نتيجة الافتراق بالخيار الرئاسي ولكن لا يعني كل الاطراف عم بتأكد تمسك بهالخيار هلا نتيجة الاختلاف بالخيار الرئاسي خفت وطيرة التنسيق لأنه عادة اجتماعات التنسيقية بتحصل مشان قضايا اجرائية وقضايا عملية مثل جلسة بمجلس النواب مثل قانون مطروحة مثل مشروع عم يتناقش حاليا بالواقع وخاصة نتيجة عدم وجودنا بالحكومة ما في شيء يستحق انه الاجتماعات اليومية اللي كانت تجري سابقا خاصة انه منا بصدد التنسيق بموضوع الرئاسي الطرفان متفقان على ان الخيارات الاستراتيجية واحدة من تطبيق الطائف الى مفهوم الدولة وسلاح حزب الله وصولا الى العلاقات العربية الاختلافات وجدت نظر بملف معين ما بتقدم ولا لازم تقدم لا الى الشرخ ولا الى التباعد بيصير احيانا مثل اي اطراف سياسية حليفة بيصير بيناتهم يمكن نوع من الاختلافات بلحظة معينة بس خياراتهم طالما هي ذاتة فما فيش جديد موصلنا ولا رح نوصل لخلاف لانه متماسكين بما بدأ 14 ادار ويجب السعي ونحن مستعدين للسعي الى اعادة الامور الى ما كانت عليها من تنسيق يومي وتواصل دائم لمعالجة كل الاضايا الوطنية الحليفان افترقا على اسماء المرشحين لكنهما اجتمعا على حضور الجلسات الانتخابية كذلك على اسباب الشغور تانيا هل سيكون هناك خرق انا اشك لان الخرق ممسوك بايد سيد حسن وطالما نسمع الخطاب الموتور لسيد حسن فما بأكد انه سيكون في خرق على هالمستوى تفاهم سياسي على عقد الجلسة منى لعبة بوانتاجات ونصاب يعني صار واضح انه ما يعطل الانتخابات في لبنان مش اذا معي 63 ولا 64 ولا 62 ولا 66 نايب الموضوع موضوع سياسي كبير وواضح انه الافراج عنه بيد حزب الله وليس بيد اي فريق اخر اما فيما يتعلق بذكرى الرابع عشر من اذار فيؤكد المستقبل والقوات انه لن يقوم اي طرف باحيائها منفردا انما ستكون كما كانت في السنوات الماضية تقويما للعمل التنظيمي وعلاقة الحلفاء من خلال الامانات العامة باسل العريض قناة الجديد